إلى الملف اليمني حيث تواصل القوات اليمنية عملياتها المكثفة للسيطرة على كامل اليمن من أيدي الميليشيات الحوثية حيث حققت قوات الجيش والمقاومة مدعومة من التحالف العربي تقدما باتجاه العاصمة صنعاء لا سيما عند المدخل الشرقي للعاصمة حيث تسعى إلى الوصول إلى محيط المطار الدولي فيما حققت القوات في الفترة القليلة الماضية تقدما في مناطق أخرى سيطرت عليها في محافظات حيوية منها محافظة الشبوى النفطية والبيضاء مناطف خطير دخلت الأزمة اليمنية عقب اغتيال الرئيس السابق علي عبدالله صالح مطلع الشهر الجاري بعد أن سيطرت الذراع الإيرانية جماعة الحوثي على صنعاء عقب الاغتيال لكن القوات الحكومية الشرعية المدعومة من التحالف العربي الذي تقوده السعودية نجحت في التصدي لميليشيات الحوثي وخلال الأيام الماضية سعدت قوات الشرعية من عملياتها العسكرية ومن ورائها طيران التحالف العربي وأحرز معسكر الشرعية تقدم ميدانية مهمة باتجاه معاقل الحسيين في محافظة البيضة وسط اليمن وعند البوابة الشرقية للعاصمة اليمنية صنعاء في محاولة للوصول إلى مدرية أرحب المجاورة الممتدة إلى محيط مطار صنعاء الدولية إقام معاقل الحسيين جاء بعد أسبوعين من معارك طاحنة أسفرت خلالها عن هزيمة المقاتلين الحسيين في مدريات البيحان وعسيلان ومعاقل عين الذي يعد الأخير لجماعة الحسي في محافظة شبوة نفطية أما في المحافظة المجاورة البيضاء فقد حققت قوات الشرعية تقدما ودخل ثاني مدرياتها وهي ناطع واستعادت معظم أجزائها ثم قمت بتحرير المدرية الثالثة الملاجم وهو ما يعد تقدما استراتيجيا بسبب موقع المحافظة حيث تتشارك الحدود مع ثمان محافظات أخرى من بينها محافظة ريف صنعاء كما أوقعت المعارك الملتهبة قائدا عسكرية رفيع من جماعة الحسي شمال غربي البيضاء فضلا عن العشرات من الجرحة والقتل من الجانبين ولا يزال الوضع في اليمن يسير القلق الدولي بسبب انهيار الأوضاع الإنسانية ترجمة نانسي قنقر